صباح الخير أصدقائي وأحلى وسهلة فيكن بقناتي سافري كانوس كيتشن معكن أمر واليوم لحنا عمل حلقة حلوة كتير ومميزة وغير شكلك العادة بس بالأول حبيت نطلع نتمشى سوا بهالطقس الحلو وقالكم شو آخر مستجداتي المهم كالعادة أمر معروفة كل يوم عنده قصة جديدة وشغلة جديدة وأكيد كله إيجابي وكله حلو كله طاقة ظريفة اليوم ضربت براسي بما أنه حسيت حالي لحطق شوي ولا فستان عادي فوت علي ونزلت عملت شابنج من أول وجديد وكلما ألبس هدا بده مشد هدا بده تنحيف هدا بده رياضة فقررت شو إني أعمل دايت بما أنه بدي عامل دايت فأنا لازم مورجيكم دايت ممكن تخسوا فيه عشرة كيلو بعشرة تيام دايت حلو وزريف ومدلل وغير شكل المهم مثل العادة طبعا بحب بليش نهاري بتمشاية مو شرطي يكون أول أول ما فيه لأنه أنا ما بعرف إذا خبرت كون فقتي سئيلة شوي مو سئيلة يعني ما بتحكى ما بحب إحكي الصبح يعني بقدلي هيك ساعتين بس لأتذكر شو اسمي ومين أنا بعدين بتذكر منهم بعد طبعا مشربنا القهوة ورحنا تمشينا وقضينا وقت حلو راجعة بدي أعملكون فطور هلأ الحلقات القادمة إن شاء الله لحتكون عبارة عن أكل صحي وخفيف أنا هلأ اليوم بس شوية أنا انشغلت كان عندي كذا شغلة بدي أعمل هو مفروض فطور بس أنا مأخرة شوي المهم شو حساوي؟ حساوي أومليت ولكن هعملها بطريقة جدا جدا خفيفة يعني اللي بياكلها هاحسب لكون الكالوريز بالوحدة أوكي استعملت بيضة واحدة هاي فيها 75 كالوري استخدمت سائل جاهز لبياض البيض كل 3 معالق كبار فيهم 20 كالوري استخدمت حوالي 6 معالق يعني حوالي 40 كالوري هلأ أنا حطيت أنا بالأول ما عيرت وسبعدين رجعت وشفتون يعني حوالي 5 أو 6 معالق حطيت مشان تطلع الكمية منيحة ولزيد معلوماتكم إنه بياض البيض فيه بروتين أكتر من الصفار أنا عم بعمل هالحمية خالية من الدسقم وخالية من السكريات والنشويات بكل أنواع يعني أنا بتقريبا ما عم باكل نهائيا طبعا لا رز لا ماكارونا حتى أنا بحب أشرب شاي كتير خففت شوي شرب شاي واستعادت عنه بالشاي الأخضر أو بالنعنع لأنه هدول فيني استعملون بلا سكر وهذا البخاخ اللي أنا عم حطه نزلت خصوصي على السوق يوم اللي قررت إني أعمل دايت واشتريت مشتريات لحالي فأنا من هلأ ورايح بطبخ للبيت وكمان بعمل الأكل مخصوص لحالي ولكن أنا اللي متابعني بالقناة بلاحظ أنه أنا يعني بحب دليل أكلي ما بحب أكل كيف ما كان كل ما بتروحوا لعن دكتور دايت أو أخصائي تغذية أو أي حدا قبل كل شي بنابهوكن أنه كله بصحن صغير أنا أكره على قلبي أكله بصحن صغير أنا بحب أكله بصحن كبير هيك بحب عيني تشبع مو بإيدي فبعمل كمية حلوة وشكل حلو بس بنفس الوقت يعني أنا بحب أرضي عيني قبل معتي ما بعرف أنا لازم الأكل يكون مرتب عندي الطاعة شوية صغيرة كوسة جبت نوعين كوسة خضرة وكوسة صفرة وعندي فلي فلي صفرة يعني أنا قاسمتها وحب أني خلصها المهم شقفة صغيرة يعني شو عم قلكني تقريبا أدخلتت الأصبع هاي معناتها الكوسة معروف أنه قليل السعرات الحرارية قليل جدا بالسعرات الحرارية فأنا حاولت أني أختار كل الخضرة يلي قليلت السعرات الحرارية وهلأ أنا حابة أني أعمل أوملت زريفة وحلوة وحقلكم كمان ونحنا عم نشتغل أنا كيف بحاول انتقل من نفس الطبق بسعرات عالية لسعرات جدا خفيفة ولايت وتنزلوا عليها وزن حلو هلأ أنا بعمل سوتيل للخضرة بما أنه أنا استخدمت البخاخي اللي هو زيرو كالوري يعني بس مشان أنه يعطي هيك تأميرة بس مشان تستوي الخضرة برجع بضفلها شوية ماء لأنه ما بدي أكلها كمان نية الخضرة يعني أنا بحب أكل الأكلة ومبسط فيها طبعا حتيت لون ملاح وفلفل أنا تركي الفيديو بالسرعة العادية هالمرة مشان ورجيكن كل الأكلة أنا شو ممكن ساوية قديش بتاخد وقت يعني هذا ما لون منتج بس أنا حاطة الصوت عليه بتركن شوية صغيرة على النار يعني حتى من الساعة اللي على الغاز بيبين معكن قديش استغرق الطبق هو طبعا طبق الأملت منه طبق صعب أو شي بس أنا عم ورجيكن يا بطريقة خفيفة وبأسلوب مدلل وحلو وصدقوني بتاكلوا وبتمبسطوا بتاكلوا ثلاث واربعة وجبات وبتاكلوا سناكات وما بتوصلوا للألف وحدة حرارية باليوم يالله توصلولون المهم رجعنا حطينا كمان شوية الماء بشان يعني ما خلي الطبق كتير كتير ناشف لأنه كمان الأكل الناشف مطيب بخليهون دقيقة وبعدين بنزلوا البيض وبحاول زبطون تمام المهم بحب أحكي بحب أنصاح يلي حبه يسمع يسمع ما حبه هو حر بس كانت النصيحة من جمال يعني أنا إذا حكيت كلام لازم تبعثولي هدايا صير عندي هلا 200 ألف جمال بالباكيارد عندي المهم نصيحة وخاصة للناس فوق 30 وللمدل إيج أنه نحافظوا على الفحوصات الدورية يعني أنه كل 6 شهر أو كل سنة يحاولوا يعملوا فحوصات قدر الإمكان ينتبهوا لحالهم مشان لا سمح الله إذا الواحد كان عنده مثلا في مرض وراسي بالعائلة ممكن يطلع مع هالشخص هالمرض الوراسي وهو ما يشتلق على حاله ممكن مثلا النسب تعله عنده ممكن هو أنه ينتبه له بس قبل ما يصير المشكلة طبعا تكون كبيرة فأنا هدا الشي بنصح فيه ضفت القليل من الجبنة لأنه أنا حب يدخل شوية صغيرة دسام وأنا من عشاء الجبنة بس يعني هلا قبلكم بالنهاية حتى أني أنا كل أكلة باكلها بسجل إكزاكتلي شو حطة فيها من سعرات حرارية لحتى لابين ما وصل لآخر نهار إن حابة مثلا هيكي أكل سناك أكل شي شغلة قول أوه أوكي لسا عندي شوية سعرات وعندي 50 عندي 100 لحد هلا ما أكلت مثلا تشوكليت هالقصص يعني فيه بجسمي تشوكليت بلاوية وفيه سكريات وفيه بقلاوة وخفة دم ويلي بتكون بس أنا هلا محبة أفقسه حابة نزل شوي وزني وحابة إن شاء الله ما بين الفيديو والفيديو أعطيكم التطورات أنا قديش نزل وزني وكيف حاسة وهلأ كمان على قطع السكر نهائيا أنا بحب الحلو كتير بحب مثلا أشرب القهوة تبعي بالعسل قطعته نهائي العسل حتى الحليب اللي عم بيستخدمه حولت أخلطه بنص أنا بيستخدم 2% فجبت كمان 0 fat فصرت أخلط هاد مع هاد بس ما حقس يعني غير بالمرة المهم هلأ أنا زبطت الأمليت العادة بتطلع معي شكلة أحلى بس لا تنسوا إنه هون ما في ولا نقطة زيت هاد البخاخ بس مشان ما تلزق يعني فنفشت وطلعت كتير وظريفة وشكلة حلو هلأ بس لنخلص إن شاء الله بنورجيكم طريقة التقديم وأنا كيف شكلست الأمور وطلعتها حلوة وصحتينه هنا على قلبي حطيت له ثلاث شرايح بردقان بحب البردقان كتير أكتر من التفاح وهيكي بحسه زريف ببل القلب وهيكي أنا لازم يكون قتلكون الصحن كبير وشكله حلو ومرتب يعني أنا وقت بعمل دايت كأني قادة بأوتيل سبع نجون وبدل الحالي بس بدي نوه لنقطة صغيرة ممكن شوي اللي بدو يشتري مثلا أغراض الدايت يحسن غاليين يعني نوعا ما نحنا شوي الخضرة عنا غالية ولكن انتو ما حتستخدمه كتير يعني مثلا اشتريتوا السمك أنا جبت سالمون جبت هدول الأنواع بس بتقعد لأنه أنا اللي عم بستعملهم لحالي وإن شاء الله حلقة ورا حلقة هذا الشاي الأخضر اللي عم بستخدمه هو الشاي بالنعنى بالبيبرمينت يعني بزهر النعنى طعمته كتير طيبة وصراحة يعني قدرت أشربه بلا سكر وما حبيت اني استخدم المسكرات الصناعية يعني استعملته مرة أنا ما حبيت انك هتبعه ففضل اني اتعود عليه هيك مشان إذا هيك شي نهار بعد فترة حبيت أكلي قطعت شوكولات ممم شو طيبة وعملت طبعا كالعادة الجو مشان أعرف أفضل برواء وقعدت على الفرندة وبونة بتي لألي ولألكون ولكل واحد حابب يعمل دايت معي وأنا حخبركم صرت منزلة 4 باوند خلال 3 أيام نتيجة رائعة وجميلة وإن شاء الله منلتقي الأسبوع القادم كمان فيديوهات عن الدايت وأفكار جديدة وطرق جديدة للطهي بشوفك أنا بخير وطبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناة باي باي ترجمة نانسي قنقر